السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا على يوم الاثنين 16 تشرين الثاني اكتوبر القمر اليوم استقر في برج العقرب ورح يظل القمر موجود في برج العقرب لغاية الساعة 37 دقيقة من مساء يوم الغد الثلاثاء لينتقل القمر بعديها لبرج القوس القمر الآن موجود في منزلة الكليل وهي منزلة للربح والحماية والثبات والسلامة والصداقة والاستمرار الجيد ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 36 دقيقة من صباح اليوم الاثنين لينتقل القمر بعديها لمنزلة القلب وهي منزلة للضفر والنصر والثبات والربح والسلامة طبعا القمر بما انه موجود في برج العقرب معناته هاي الفترة يعني ما بنعرف حل وسط في تصرفاتنا ولا في علاقاتنا يا منحب يا منكره يا منتقرب يا منبعد يا منتواصل مع الغير يا منقطع علاقاتنا بيلعب الجنس دور مهم في حياتنا احنا بحاجة للتحكم في عواطفنا وتصرفاتنا بشكل جيد وخاصة الاشخاص اللي بيعانوا من مشاكل او ضغط عاطفي لانهم ممكن انهم يعصبوا بشكل مرعب جدا من اي مواجهة او كلمة او انتقاد من الاشخاص اللي بيتعاملوا معهم يمكننا الاهتمام فيما يتعلق بشركات التأمين او الضريبة او البنوك او قراءة رواية او مشاهدة فيلم مغامرات او اتخاذ قرار مهم او شراء منزل مثلا بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا اليوم في عنا زاوية جديدة ايجابية ظهرت على الساحة وهي زاوية تثليث ايجابية رح تكون بين الزهرة وبين المشتري هذه الزاوية تاثراتها من اليوم 16 عشرة وحتى يوم 27 عشرة ذروتها يوم 22 عشرة في تمام الساعة 34 و32 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج بالنسبة لهذه الزاوية بتعزز الجوانب الاخلاقية والذوقية في سلوكنا وهذا الشيء بيسهل التعامل مع الاخرين والتفاهم معهم وبسهل عملية اقناعهم حتى لو كانوا بيفتقروا للمرونة في التعامل كمان بتعزز الذائق الفنية والقيم الجمالية لدى العاملين في المجالات اللي إلها علاقة بالأمور الفنية مثل الديكور والتجميل وإلى آخره ابتمنحنا الرغبة في الرفاهية تجلبنا البهجة من حق بق نجاح شخصي وهذا الوقت المناسب برضو لا خطوبة أو زواج أما بالنسبة بشكل عام على تأثيرات دولية إيش اللي بصير بهاي الفترة طبعا بتدل هاي على أرباح وموارد مالية مهمة بتحققها المؤسسات المالية والبنوك في بلد ما واستثمار الأموال وغالبا بيكون في مشاريع ترفيهية وسياحية في هاي الفترة مناسبة العقد برضو المعاهدات السلام وتوقيع الاتفاقيات التجارية خصوصا مع الدول الأجنبية بالدل كذلك على حسن أوضاع القضاء أو تحسن أوضاع القضاء ورجال الدين والمشتغلين بالسلطة التشريعية والقضائية والميدان الفني وعلى السياحة الفنية هاي فترة برضو مناسبة لطرح الانتاجات الجديدة للأسواق وغالبا بتكون انتاجات هاي يعني بيها نوع من أنواع الذوق أو مستوى رفيع وبتلقى استحسان الجماهير أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي الزاوية الوحيدة اليوم مع القمر هي زاوية تقابل سلبية بين القمر وبين المشتري هاي الزاوية رح تكون الساعة 11 و30 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيتش يجب توخي الحذر من يحاول استغلال طيبتنا وكرمنا يعني النصابين والمحتالين واللي بيشكوا بس عشان ينكدوا علينا وبتجعلنا نرى لأي مشروع بحجم أكبر من حقيقته منثق في وعود غير واضحة ممكن نقبل باقتراحات غير منطقية بنا نحاول أن نكون متيقضين في نفقاتنا ونتجنب الإفراط في الأكل اللي ممكن يعرضنا لعسر الهضم والتخمي بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم طبعا المستقيم والشرج والإحليل والغداد التناسلية المبيض البروستاتا عظم العانى والجينات طبعا ما زالت الأجواء ما بنصح أنا بالعمليات الجراحية لأن تأثيرات الكسوف ما زالت موجودة إلا إذا كانت الطرارية لجميع أعضاء الجسم ولكن هاي الأعضاء اللي ذكرتها هي اللي بركز عليها بشكل أكبر إنه ما لازم تعملوا لها جراحة ممكن تنظير أخذ علاج فحصات ما في أي مشكلة حتى عمليات التجميل ما بنصح فيها وإزالة الشعر طبيعة الحال ما بتصلح في هاي الفترة أما بالنسبة لقص الشعر يعني تجميلي حن صغغ ماشي ولكن قص علاجي لسه ما حان الوقت بالنسبة للقمر بما إنه موجود بالعقرب خلو المسار القادم رح يكون يوم الغد بيبدأ الساعة 43 دقيقة من بعد عصر يوم الثلاثاء هو بيستمر حتى تمام الساعة 37 دقيقة مساء بتوقيت جرينتش لا ينتقل القمر ويستقر بعدها في برج القوس أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الهلال الجديد عمره يومين في تمام الساعة 5.8 دقائق فجرا بيصير عمره ثلاثة أيام نسبة اللضاء بتصير 5% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الميزان حتى يوم 23 عشرة سعيد الآن بنسبة 60% في ساعات الظهر بيصير سعيد بنسبة 85% في ساعات العصر بيصير سعيد بنسبة 45% القمر في العقرب حتى يوم 17 عشرة منتحس الآن بنسبة 15% في ساعات الفجر بيصير منتحس بنسبة 40% ساعات الصباح بيصير منتحس بنسبة 65% في ساعات الظهر بيصير منتحس بنسبة 40% أما في ساعات المساء برجع نسبة النحوس إلى 15% عطارد في الميزان حتى يوم 22 عشرة منتحس بنسبة 15% الزهرة في العذراء حتى يوم 8-11 سعيد بنسبة 30% المريخ في العقرب حتى يوم 24-11 سعيد الآن بنسبة 45% في ساعات الصباح بيصير سعيد بنسبة 15% المشتري في الثورة بيتراجع حتى يوم 31-12 منتحس بنسبة 50% زحل في الحوت بيتراجع حتى يوم 4-11 منتحس بنسبة 15% أورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 27-1 منتحس بنسبة 5% نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 6-12 منتحس بنسبة 15% وبلوتوف الجدي حتى يوم 2-5 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم بيحمل لكم فرصة لمكسب مالي مصدر شراكة أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب للكم بتكون بحاجة للرعاية أو المتابعات الصحية علجوا الأمور بموضوعية وتجرد وكونوا حارصين على تلطيف الأجواء استشيروا وتأكدوا من المعطيات قبل التوقيع على عقد أو مشروع ما تغمروا بشكل كامل وخصوصا بالأمور المالية برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا بينصب تفكيركم حول تدعيم شراكاتكم حافظوا على هدوء عصابكم ونبرد صوتكم وما تعرضوا لقاءكم للفشل ممكن يعني تسبب لك هاي الفترة هيك بعض الحزن لأن القمر صار موجود مقابلك تماما فممكن تشعر بنوع من أنواع القهر أو الظلم أو الاكتئاب أهميش إنك ما تيسوا تكون صبور عشان يعني الطاقة نازلة عندك فما تتخذش أي قرارات ممكن إنها تكون غلط برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا بتكون تنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم نظموا جدوى الغذاءكم وخذوا قصد كافي من الراحة وما تسمحوا لأي شخص بإنه يشكك بقدراتكم ناقشوا واستفسروا عن التفاصيل استشير الخبراء لا تتشبث برأيك واستمع لأراء الآخرين بغدوء وروية وما تتسرع في قراراتك ممكن اليوم تنشغل في ملف أو معاملة برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا اليوم بتجتازه يوم إيجابي بيبعث على البهجة والإنشراح وما بيتخلى الحظ عنكم عاطفيا وماليا ممكن تنجح في مفاوضات أو تحقق أعمالك تقدم واضح قصص وقت لعائلتك أنت اليوم مشحون بالحيوية والحماس لمتابعة المسائل وللتواصل مع محيطك برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا اليوم تنهمكم في إدخال تعديل على مسكنكم ومنكم أشخاص اليوم ممكن يغيروا سكنهم أو يميلوا للتقارب مع أفراد العائلة أو مديد العون لإلهم ومو بعضكم ممكن يدخل فترة فيها نوع من أنواع المواجهات مع الحبيب أو مع أحد أفراد العائلة الفترة فيها نوع من أنواع التوتر وممكن تضطر برضو الاهتمام بأحد أفراد العائلة أو بعض المنزل أهم شيء أنه برضو ما تحمل صحتك برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا اليوم تنشط في مجال الدراسة والسفر والاتصالات ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب للخروج في نزهة قصيرة ولتعزيز العلاقة مع الإخوة مع الجيران هاي فترة مناسبة للمفاوضات شرط التحلي بالرؤية والحكمة والموضوعية برضو بدعوك للتكلم والتعبير عن عواطفك وتوضيح أفكارك ومنكم أشخاص ممكن يطلق حملة ترويجية أو يسمع خبر سار برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا بينصب اهتمامكم حول ضبط ميزانيتكم والفرصة متاحة للحصول على مال بيكون على الأغلب من عمل إضافي هاي الفترة حافلة بالأعمال والمسؤوليات يعني حاول أنك تتفاعل بالخير وانطلق ويسعى للوفاق والحصول على الحلول الوسط ولطف الأجواء وحسن علاقاتك في انشغالات اليوم على الصعيد المالي برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا اليوم القمر موجود لعندكم فعشان هيك فيه نشاط وحيوية وانجذاب من الجنس الآخر لإلكم بإمكانكم تبادروا بخطوة جديدة من شأنها نهدى عم من مركزكم الاجتماعي بدور الأحداث بسرعة كبيرة مع وجود القمر في برجكم وبتستعيد كامل حيويتك وبتتلقى اليوم جوابي بتنتظره وبتفرح لخبر أو لإنجاز معاملة وممكن تنطلق بمهمة طال انتظارها فيه شي جديد رح يدخل حياتك ويعتبر هذا اليوم يعني فيه حدود جيدة برج القاوس بالنسبة لموليد برج القاوس طبعا اليوم القمر خلاص استقر في بيت المتاعب فعشان هيك بتجتازه بصورة عامة يوم غير مريح صحيا ونفسيا رغم عدم وجود أي مخاطر انجزوا فقط ما بوسعكم من العمل الضروري واخلدوا للراحة وحاضروا من بعض المحتالين ومن بعض خيبات الأمل الحضوض قليلة فما تجازف بانتظارك تأخير وفوضى ومن المستحسن عدم الارتباط بموعد مهم حاول أنك تعمل بشكل روتيني برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا اليوم بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا أشخاص بذرتاحوا لصحبتهم وبوسعكم تحقيق أمني ومساعدة صديق أهم شيء أنه ما تعمل وحيد بل شارك وساعد وتعاون مع الغير لتحقيق النجاح المطلوب ابتفرح بوجود أحد الأصحاب أو ممكن أنك ترفع عن نفسك في لقاء ودي غير منتظر برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا يعتبر هذا اليوم يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تحسين على طبيعة عملهم وبتنجحوا في إثبات جدارتكم وللرضى المسؤولين منكم أشخاص ممكن يهتموا بصحة أحد الوالدين أو حاول أنك ما تنجر وراء التسرع والإنفعال لأن هذا يعتبر بيت السمعة فبدك تكون هادئ لأنه بشكل القمر تحدي في لحظات معينة فممكن تبدو غاضب أو عدائي فبدك تحاذر الخلافات ممكن اليوم تكرم أو تحصل على فرصة مهمة برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا اليوم بيصلكم خبر سار من بعيد أو من خارج البلاد وابتشعروا بقوة العاطف مع أحبائكم ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب لإجراء مقابلة أو ممكن سفر أو أوراق سفر أو معاملات أو مراسلات يعني أو تفرح لإنفراج أو تسوي مهمة ابتهتم برضو بهواية جديدة بتكون حيوي ومتحمس لمتابعة المساعي وكذلك عندك القدرة على التواصل مع المحيط بشكل كبير هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر